منذ لحظة توجيه توهم الغش والفساد وخيانة الأمانة لرئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو وهو يحاول التهرب من المحاكمة تارة باستغلال تفشي فيروس كورونا وتارة أخرى من خلال توقيع الاتفاقيات مع الدول العربية في المنطقة في الوقت الذي يحتفي فيه بن يمين نتنياهو بما اعتبره بالإنجاز التاريخي بتوقيع اتفاقي الإمارات والبحرين في واشنطن يوم الثلاثاء المنصر ضمن مساعيه للتهرب من المحاكمة على قضايا الفساد الموجهة ضده تتواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالته وسط تراجع واضح بشعبيته في معسكر اليمين الذي يرأسه منذ 22 عام الفجوة تتسع بين شركي الاتلاف الحكومي بروتوكوليا يفترض الذي يشارك في التوقيع هو وزير الخارجية لكن نتنياهو حاول أن يحتكر المجد وأن يحرم حتى شركاء الأقربين من أي مساهمة في هذا الإنجاز وبالتالي صحيح أنه له إنجازات وهي لا يمكن اقتصار على شخص نتنياهو هذه الإنجازات المؤسسات تعققها هناك استخبارات هناك أذرع اقتصادية وأمنية وعسكرية كلها سهمت في تحقيق الاختراقات التطبيعية أنا بتقديري أنه في النهاية المجتمع الإسرائيلي منقسم ما بين مؤيدين لنتنياهو بشدة ومعارضين له بشدة أشد ربما المسيرات والاحتجاجات ضد نتنياهو بدأت مع تفشي فيروس كورونا في كيان الاحتلال وبلغت ذروتها عندما أغلق متظاهرون مدخل مطار بنغوريان حين كان بطريقه لواشنطن لتوقيع الاتفاقيات إذ يرى المتظاهرون أن نتنياهو قد فشل بإدارة ملف الكورونا سيما بما يتعلق بالشق الاقتصادي ووجود ثمانمائة ألف عاطل عن العمل في كيان الاحتلال سياسة إدارة الحكومة الإسرائيلية لأزمة كورونا كان فيها تخبط يعني في البداية هو أنحاز لأرباب العمل ورجال الاقتصاد على حساب توصيات وزارة الصحة ثم اضطر أن يرضخ لبعض التوصيات الصحة غير عدد من المسؤولين عدة مرات ما كانش فيه هناك يعني سياسة ثابتة ومستقرة في إدارة الأزمة والنتيجة أنه لدينا الآن أعلى معدل إصابة بالعالم يعني أكثر من خمسة ألاف إصابة بالأمس وبالتالي إسرائيل يعني بالنسبة لعدد السكان نسبة الإصابات عالية جدا جدا والنتاج الاقتصادية ستكون سيئة جدا أنا بتقديري ستزداد الانتقادات لهذه الحكومة وعلى إدارتها الفاشلة لكل الملفات ورغم محاولاته المستمرة للتهرب من المحاكمة على قضايا الفساد الموجهة ضده إلا أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال طالب بتعجيل إجراءات المحاكمة والتي من المفترض أن تبدأ في كانون الثاني المقبل بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا ترجمة نانسي قنقر